السلام عليكم مع جواء البحر الجميلة هذه هاب أكلمكم في موضوع جدا مهم صراحة اللي هو التعامل مع مشاعر الأطفال تحس أنه كثير مننا نحب نخلي الولد قوي وكذا ونقول له أسكت ولا تتكلم ولا تعبر عن مشاعر وكذا وهذا جدا خطأ عليه صراحة خاصة واحدة ما يدرس في هذه المواضيع عن جروح الطفولة وكيف الإنسان يظل عمر كله يعاني بسبب هذه المشاكل النفسية للعائلة ما قدرة تحتوي الشخص هذا أو الطفل هذا عاطفيا هم ممكن يأكلون ويشربون ويجيبون الأغراض وكل حاجة لكن التعامل مع المشاعر ما عندهم الثقافة هذه فحاب أن أستعرض هذا الموضوع بشكل سريع إن شاء الله بإذن الله لما الطفل مثلا يظهر مثلا خوف أو قلق أو توتر أو غضب إحنا كأباء كبار نشوف أن هذا الشيء سخيف لأنه الموضوع ممكن يشوفه السخيف من نظراتنا إحنا ككبار لكن الأصل إحنا لازم نشوفه من منظوره هو أعطيكم مثال مثلا قبل كم يوم كنت ترجم لعائلة جاي طفلهم يعني يأخذ تطعيمات فالمهم طبعا إبرة تخوف الممرضة تخوفية غريبة ما يعرفها ولا شيء يعني الحدث كله مرعب صح؟ لكن الأم ظلت يعني تعاتبه جدا سبحان الله جدا تقوله والله إلا أضربك ضرب بس خلنا نوصل للبيت يعني هو مش عارف يعني يلاقيها منين ولا منين من الإبرة اللي خايف منها ولا من الحرمة ذي اللي غريبة اللي بتمسكه ولا يعني الرهبة اللي حاسس فيها يعني عارف إنه عدم تفهم المشاعر الطفل الأصل إنه أوكي أنا عارف إنك خايف بس إن شاء الله حتكون حاجة بسيطة كذلك وخزة وهتروح وانت بطل وتقدر عليها وكذا وإذا تبغى أمسكني مثلا تعلمينه شلون يتعامل مع مشاعره يعني مثلا إذا خايف قليله أوكي هليني أخذ نفس عميق أنا وياك سوا مثلا أوكي امسك إيدي أنا حكون جنبك لا تخاف كل شي حكون تمام هي حاجة بسيطة يعني أتفهم مشاعره وأحتويها مو أنه أنا يعني أعاقب على أنه عنده شاعر أصلا يعني سبحان الله فنوين مضعي طول لكن هذه نبدة جدا بسيطة مع السلامة